اشتركوا في القناة 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 على الجرانيت حجارة الجرانيت وما كانش مسموح لأي حد ينحتها على الجرانيت الا الكاهن ومن هنا جاءت كلمة هيروغليفك او هيروغليفية هير في اللغة المصرية القديمة معناها كاهن غلايفك او غلايفك معناها نحت فاللغة الهيروغليفية هي اللغة التي تنحت فقط بواسطة كاهنة مصر في المعابد القديمة فمعنا كلمة هيروغليفي يعني منحوت بيد كاهنة مصر القدماء ولما اتسعت الدول وابتدت تبعد عن بعض وزادت المسافات اصبح ارسال البريد ضروري لان مش ماقول كل واحد يحب يرسل رسالة لحد تاني حيسافر له عشان يدي له رسالة فاصبح اختراع البريد ضروري لحياة الناس واللي قام بتنفيذ البريد ونقله هم السوريين القدماء اللي احنا بنسميهم الاغريق وقد استخدموا اواربهم لنقل البريد هنا لما لما ابتدى البريد اصبح نقل حجارة من مصر للبلاد اخرى مكتوب عليها رسائل برسالة مني او من اي حد لقريبه او لصحبه او لشخص يحبه اصبح دي شيء صعب لان وزن الحجارة وزن تقيل ولا يمكن نقلها في المراكب بتاعة الاغريق فاصبح من الضروري ان احنا نغير الرسومات المكتوبة على الحجارة الجرانيت بطريقة اخرى لنقل رسالة وهنا استبدأ للمصريين الحروف الهيروغليفية او الرسوم الهيروغليفية كطيور او حيوانات او ادوات او ايه الاخيره بالحروف اليونانية القديمة وبدأوا كتابتها على ورق البردي خفيف الوزن بدلا من كتابتها على الجرانيت السقيل في ذلك الوقت مصر كان اسمها كيمي باللغة الفرعونية القديمة كيمي ومن خلالها لان المصريين كانوا ابرع ناس في دراسة المواد وتفاعلها خرج علم الكيمياء من اسم كيمي ودي اول مبشر اللي يعرفكم اهمية دراسة اللغة القبطية او الفرعونية القديمة انك تعرف ان الكيمياء اللي كل الناس بتدرسها في جميع انحاء العالم واللي اسمها كيمياء او كيميستري نشأت من اسم مصر القديمة كيمي لان المصريين القدماء كانوا من افضل الشعوب في وصف وفهم المواد المختلفة وتفاعلها مع بعضها ولما تم استبدال اللغة او الحروف الهيرولفية بالحروف اليونانية القديمة استبدال اليونانيين اسم كيمي باسم ايجبت في اللغة اليونانية ولما جاء العرب هم فهموا ان اللي في ايجبت هي الالف لام باللغة اليونانية فقالوا احنا بدل ما نقول ايجبت نقول الجبت الجبت او القبط وبناء على ذلك اصبحت اللغة الهيرولفية اسمها اللغة القبطية بسبب دخول العرب مصر اصبح مصر اسمها القبط او دولة الاقباط وهنا نعرف ان كلمة قبطي مش معناها مسيحي كلمة قبطي معناها مصري ولكن مع مرور الايام اصبح كلمة قبطي تدل على المصري المسيحي لكن في الاصل كلمة قبطي اللي اطلقها العرب من كلمة ايجبت تعني انسان مصري سؤال نمر اثنين لماذا يجب ان ندرس اللغة الابطية ايه يعني اللي خلينا نقعد ندرس دلوقتي ونتعب نفسنا ان ما كانش فيه فائدة من وراء الدراسة دي اول حاجة اللغة الابطية هي الرابط الوحيد في الوقت الحالي للغة المصرية القديمة مع العصر اللي احنا عايشين فيه لانها بتحمل في طياتها تاريخ اعظم حضارة للعالم في الطريق القديم وكلنا بلا فخر عارفين ان مصر كانت اعظم دولة حضارية في العالم في ما قبل المسيح وعشان كده كانت دايما مكان كل الناس عايزة تحتله كل الناس عايزة تيجي فيه وكل الناس عايزة تستغله لان مصر كانت فيها كل الحضارة اللي في العالم في ذلك الوقت تاني سبب اللغة الابطية هي اللغة التي استعملت في كتاب جميع الحان والصلوات وتسبيح الكنيسة الكبتية وحديثا تم اعادة طبع الاناجيل الاربعة من الاصل الابطي اللي هو اخذ مباشرة من الترجمة السبعينية والترجمة السبعينية زي ما انتم عارفين امر بها والي مصر بطليموس حوالي اقصر من قرنين من الزمان قبل تجسد السيد المسيح لترجمة العهد القديم من لغته العبرية الاصلية واستخدمها يسوع وتلاميذه عندما اشاروا الى العهد القديم في كلامهم وامثلهم وشرحتهم واللغة الابطية تدخل في تعبيرات كثيرة جدا في اللغة المصرية القديمة وايضا في اللغة العالمية امثلة وده الجزء التالت في اللغة الابطية دكتور او طبيب هي كلمة هي كلمة سيني اقراها المكتوبة باللغة الابطية واللي لسه هنتعلمها بس بص قدامك على الحرف الاول السيمة هي بتتنطق زي اس سيني معناها طبيب وفي اللغة الابطية عشان تحول اي صفة الى اسم بتحط اول جزء منها المقطع مت فلما تقول سيني طبيب مت سيني طب هي ميديسن اللي بيستخدمها كل دول العالم الان كلمة ميديسن معروفة هي كلمة الطب هي كلمة هيروغليفية قديمة من طبيب سيني في اللغة الابطية كلمة فالافل وتنطق فلافل ومعناها طعمية في اللغة المصرية او في اللهجة المصرية تقسم الى ف يعني فيها ولا يعني كتير وفل يعني فول يعني فيها فول كتير والفول معروف في مصر من زمان وكان موجود في المعابد ومنقوش على المعابد لكن كان ممنوع للشعب في التاريخ المصر القديم اكل الفول لانه كن بيعتبروا ضر بالصحة رغم ذلك اصبح هو الاكلة الاساسية للمصريين حتى الان خصوصا في وقت السيام اما المصريين القدماء فكانوا بيفضلوا ان هما يكلوا اللوبيا بيعتبرها صحية اكتر من الفول ولما اندسرت اللوبيا تم استنسخها من المقابر المصرية القديمة واصبحت الاغذاء المحلي لاغلب دول افريقيا العتس له هذا التاريخ في المنطقة مع كثير من البقول ويحب الاقباط العتس ويسموه كشري وكلمة كشري او كشري هي كلمة هندية كشاري والكلمة دي اخدها الاقباط وحطوها في اللغة الابطية واصبحت تعني عشرة او اكثر من الحبوب وهي قريبة الشبه بالمجدرة او المجدرة اللي بيقدمها اخوانا اللبنانيين او السوريين في اللغة الابطية هي لا هب ينشطها عمال البناء في مصر والعرب عموما معناها انها وقت للعمل الكثير هي يعني انها وقت ولا يعني كتير وهب او هبا اللي بنقولها الاطفال يعني اشتغل اعمل معنا الجملة مع بعض انها وقت للعمل الكثير في اللغة الابطية كوش تيبان اللي منغطي بيه صبعنا لما منكون منخيط تنتك كوش تيبان معناها الذي لا يكسر الاصبع وتقسم الى كوش يكسر تيب يعني طرف الصبع الصبع وان للنفي فتصبح الذي لا يكسر الاصبع وانتو عارفين ان فيه ناس كتيرة تستعمل لما بيعملوا حاجة يدوية يخيطوا ملابس يدوية كلمة الايه انا حبتها جيبها دلوقتي عشان دي مهمة بنقولها ساعته بنحسش انها كلمة وحشة لما وقول له واحد بيقول حاجة اقول له يا ابن الايه تعالوا نفهمها دي دي اصلها هيروغلوفية قديمة او قبطية المستخدمة بكسرة في لغتنا في حالة الاستنكار او التعجب الايه هو البقر او العجل في اللغة المصرية القديمة او القبطية فلما بقول له واحد يا ابن الايه انا بشتمه بلاش نقولها بلاش يا جماعة كلمات اخرى حد ديكو امثلة لها بنقولها في لغتنا كل يوم بخ هي بي بي في اللغة اللي ابطية او المصرية القديمة خلاص هنقول للابطية او المصرية يعني للمذكر اخ يعني عفريت بي اخ يعني العفريت لما اقول له واحد بخ يعني يعني انا عفريت يعني بتلاله عفريت كلمة حنفية دي كلمة مصرية قديمة وده ونستغرب ان المصريين عارفوا الحنفية من زمان اللي هي الصنبور اللي هي الحنفية اللي احنا بنستعملها دلوقتي كلمة حتتك بتتك دي معناها لحم وعب يعني اللي بيأكل حاجة ما بيخليش بنها حاجة يقول لك اكل الاكلة حتتك بتتك يعني ما خلاش فيها شيء حتتك اللي هي اللحمة وبتتك اللي هي العب لحم وعب كلمة سك يعني اقفل بيقولها الصعيدة باستمرار سك الباب يعني اقفل الباب كلمة ابي بيقولها الصعيدة كتير وانتو عارفين ان اغلب الجنوب في مصر الصعيدة كانوا مسيحيين وما زال الكسرة منهم فكلما ما بيقول ابي لما يكون متدايق كلمة ابريم بتقال على البلح البلح الناضج بنسميه بلح ابريم او بلح ابريمي اتاي دي يعني وادي ففي بلاد في مصر بنسميها وادي كذا او اتاي زي اتاي لما حب اخوف حد او لما حب ان انا اعبر عن مدايتي من حاجة بقول ايه اخي من شيطان كلمة اتكو دي بلد جوار ارشاليم كلمة اديني يعني اعطيني ديني في اللغة المصرية القديمة يعني اعطيني فلما بقول اديني هي اعطيني من دو ناي ناي في اللغة المصرية القديمة والابتية هي عطاء او رحمة لما اقول ربنا يعطينا رحمة يعني يديني ناي ناي نان يعني يعطينا رحمة لما نفهم الكلام ده هنفهم حاجات كتيرة في الكنيسة كلمة اردب ده ده كلمة قطية معناها اللي هو بنستعمله في الموازين الزراعية كلمة ارو يعني سعد كلمة ايش دي بيستعملها اللبنانيين والسوريين ايش دي يعني اهدى دي كلمة ابطية مصرية قديمة اشمونين جاية من تمانية بلد اسمها اشمونين في مصر في مصر الرقم تمانية في اللغة المصرية القديمة هو كلمة اشمين فا اشمونين جاية من رقم تمانية واتصع اسم بلد كلمة اف لما يكون واحد ارفان من حاجة معناها زباب افسيخي اللي هو الفسيخ دي كلمة مصرية قديمة وابطية ام و في اللغة الابطية بتتقال كوك ماف ماف انتو عارفين يعني ماذر او ام امبو كلمة قبطية ومعناها مية ويقولها الطفل الصغير حتى الان امر العيش مش بقول لحد انا عايز العيش ده تأمرهولي دي كلمة مصرية قديمة كلمة امر العيش يعني سخن العيش او اخبزه كلمة امهات بلح امهات امهات يعني فضي اي بلح لونه فضي ده نسميه بلح امهات كلمة اه يعني نعم او في الصعيدة بيقولها اها كلمة اوبا دي كلمة امتخذة من اليوناني في الوقت ده لتشجيع الاطفال ومعناها ايتها القوة فيه كلمة اوباش يعني ناس ملهاش لازمة بيقولوها على ناس اللي ملهومش لازمة او اللي هما متدقين منهم احبائي احبائي طبعا انتم ملاحظين ان من اول درس ان اللغة دي تستاهل ان احنا نعرف ابعدها واعمقها وانا شخصيا صدقوني انا شخصيا استفدت جدا من دراسة اللغة الابتية وهقولوكو خبرة ليه اللغة المصرية او اللهجة المصرية العربية مختلفة عن بقية الدول العربية الاخرى لانها متأثرة جدا باللغة الهيرغلوفية المصرية القديمة عشان كده هقولوكو خبرة سريعة حصلت معايا انا شخصيا كنت بشتغل في كليفليند كلينك وطلبوا مني ان انا اشرح لاميرة الكويت لانها كانت مريضة في كلينك عن جهاز لعلاج الالم لاني كنت فلوشيب اوف بين مانيجمنت لعلاج الالم يعني فروحت عشان اتكلم معاها اتكلمتها بلهجتي المصرية مافهمتش مني ولا كلمة وانا مافهمتش ولا كلمة من الكويتية بتاعتها وفي الاخر اتكلمنا بالانجلش لان مافهمناش العربي بتاعنا عشان اللغة المصرية مختلفة عن بقية اللغات لكن اللغة المصرية هي اللغة اللي يفهمها جميع العرب لانهم بيحبوا الافلام بتاعتنا والانتاج بتاعنا والحاجات دي فبيفهموا اللحجة المصرية بتاعتنا اللي هي اغلبها اللغة المصرية القديمة ختاما أقول لكم ملاقص لموضوع النهاردة اللغة القبطية هي اللغة الهيرغولفية المصرية القديمة مكتوبة بالحروف اليونانية القديمة المرة الجاية سأدرس معكم الفرق بين الحروف اليونانية القديمة والحروف اليونانية الجديدة عشان تعرفوا تقارنوا منهم وتفهمهم وهفهمكم ازاي الحروف الهيرغولفية كانت بتكتب زمان في المعابد عشان اللي بيحب انه هو يعمل منها اسامي لأولاده أو بناته وهفهمكم اللغات نشأت ازاي ووصلت للغة الابتية واللغات الاخرى القديمة ازاي وبعد كده هنبتدي ندرس اللغة الابتية 8 حروف في كل مرة وكل حرف منهم هديكم التطبيقات بتاعته جوه الكنيسة عندنا وفي حياتنا اليومية في مصر او في العالم يا ريت تزورونا في الحلقة نمرة 2 نمرة 2 او في الدرس نمرة 2 للغة الابتية المصرية العظيمة قبل ما اقفل احب اقول لكم ان نفس الدرس ده هنقوله باللغة الانجليزية في حلقة مستقلة جاية على طول بعد الحلقة الحالية تابعونا ونشكركم على مشاهدتكم للانتاج بتاعنا واللي عنده اي تصليحات او ملاحظات ياريت يوصلها للدكتور لويس صليب 216-408-4651 شكرا شكرا